إنها وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصين الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أيها المسلمون بلوغ رمضان نعمة عظيمة ومنة من الله كريمة لمن وفقه الله عز وجل وأغانه على نفسه وأكثر من طاعة مولاه فصام نهاره وقام جزءا من ليله وأكثر من القراءة والذكر والاستغفار والضراعة والدعاء ولذلك ينبغي على المسلم ألا يفرط في شهر فريح بمقدمه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبشر صحابته الكرام بقدومه وأخبر بخصائص هذا الشهر وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نصوص عديدة كلها في بيان فضل العمل الصالح في هذا الشهر والندب إليه وبيان الأجور المترتبة في هذا الشهر لمن أكثر من طاعة مولاه مخلصا لله جل وعلا في عمله مقتفيا أثر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومن الأعمال صيام نهار رمضان وصيام نهار رمضان فرض من فرائض الإسلام وأحد أركانه ومبانيه العظام ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ويقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا ويبتدأ صيام المسلم لليوم كما أشار الله في القرآن وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل يبتدأ بطلوع الفجر الثالي البياض المعترض في الأفق المجلِّ ظلمة الليل وينتهي بغروب شمس ذلك اليوم وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما أرشد في سنته وهو من هديه أنه أمر المسلم عند صيام الفريضة أن يبيت نيته من الليل أي قبل طلوع الفجر الثالي وأما في النفل فيجوز من وسط النهار وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه عليه الصلاة والسلام يتسحر في نهاء رمضان يتسحر في وقت السحر في الفجر قبل أن يعقد النية الصيام كل ليلة وأخبر عليه الصلاة والسلام أن السحور خير وبركة في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يؤخر أكلة السحور إلى قرب فروع الفجر لذلك قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزال الناس بخير ما غجلوا الفطر وأخروا السحور وكان من هديه وكال ولما سئله بعض أزواجه وأصحابه أن هديه عليه الصلاة والسلام في السحور قالوا لما سئلوا في سحور النبي متى إقعه ووقته قالوا يؤخره إلى قرب فروع الفجر ولما سئلوا كم بين أن يؤذن يثوب للصلاة وبين انتهاء سحور النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالوا بقدر ما يقرأ القارئ خمسون آية وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في رمضان أنه يعجل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور وكان من هديه عليه الصلاة والسلام في الصوم كذلك أنه إذا أراد الإفطار من صومه أول ما يبدأ بالرطب فإلا مجد فعلى التمر فإلا مجد حسا حسوات مما كما ثبت في حديث يانس وفي حديث سليمان بن عامل الضبي وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه أمر المسلم أن يحفظ صيامه مما ينقص أجر الصائمين وأخبر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الصيام ليس مجرد أن يقف الإنسان عن الطعام والشراب والنكاح في نهار رمضان وإنما الصيام أبعد من ذلك أن يحقق تقوى الله عز وجل في كل أحواله وفي جميع أموره وشؤونه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وأخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الصيام الحقيقي هو أن يصوم الجوارح عن معاص الله عز وجل وأن تنبري في الإكثار من طاعته سبحانه وتعالى مع الإمساك عن الطعام والشراب ولذلك يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه هذا هج النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصوم وأما هجه في بقية رمضان كذلك فإنه كان يحرص على قيام رمضان كما كان عليه الصلاة والسلام بيّن فضل الصيام ورغب فيه كذلك بيّن فضل قيام رمضان ورغب فيه فقام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أول ليلة من رمضان ثم الليلة الثانية ولما اجتمع الصحابة جميعاً في الليلة الثالثة لم يخرج عليه الصلاة والسلام ولم يصلي بهم ولما قيل له قال عليه الصلاة والسلام خشيت أن تُفرض عليكم فكان صيام رمضان فرض من فراعض الإسلام وقيام رمضان سنة سنّه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأخبر عليه الصلاة والسلام فضل قيام رمضان بقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الصيحين من حديث أبي بريرة أنه قال عليه الصلاة والسلام من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدّم من ذنبه وسنّ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قيام رمضان جماعة وفعل ذلك أصحابه من بعده فكانت سنة في قيام رمضان صلاة الترويح والتهجب سنها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بل وندب إليها عليه الصلاة والسلام وبعدم التفريط فيها وأن يحافظ المسلم عليها مع الإمام في قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة كاملة الله أكبر هذه من خصائص ومزايا رمضان إذا قام المسلم مع إمامه يصلي بمقدار ساعة أو أقل من ذلك كتب الله في ميزان أعماله الصالحة كل ليلة من ليالي رمضان يقومها قياما تاما وقد يصل الليل إلى تسع ساعات وهو يقوم ساعة أو أقل من ذلك فيكتب عند الله الليل كله قائمة وإذا وفق الله عز وجل المسلم في رمضان فحافظ على صلاة القيام وعند دخول العشر المباركة حافظ على صلاة التهجد من رمضان فإنه يكتب عند الله قائمة وحتما في تلك الليالي الفاضلات والتي هي غر ليالي رمضان ليلة القدر وإذا قام امتثلاً هدي النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم سيكون قام هذه الليلة وكتب عند الله قائمة فحافظوا على صلاة الترويه وحافظوا على صلاة التهجد وصلوا مع لئمة وأقيمها في بيوت الله جل وغلا وطبقوا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم واحرصوا على هديه وافعلوا ما فعل هو وصحابته الكرام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يجود ويكثر من الصدقة في رمضان وجاء عند الترمذي قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأفضل الصدقة صدقة في رمضان وثبت في البخاري من حديث أبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أبن عباس قال وهو يصف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حينما يتيه جبريل فيدارسه القرآن فالرسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة فدل هذا الخديث على أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جواد كريم ويتضاعف وجوده في رمضان ويكثر فيه من الصدقة فكذلك ينبغي المسلم أن يكثر من الصدقة في شهر كريم يرجو من الله عز وجل فيه الثواب ومن رحمة الله ونعمته أن الصدقة أنواع كثيرة ولا تقف عند نوع واحد فمن الصدقة أن يتصدق الإنسان بالمال على المستحقين له من الفقراء والمعزين ومن الصدقة أن يتصدق الإنسان بالطعام سواء على مسكين مستحق له أو يهدي قريبا أو جار ولذلك ذكر الله من صفات عباده المؤمنين الذين يدخلون الجنة ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله كذلك من أنواع الصدقة تفطير الصائمين وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن من فطر صائما كان له من الأجر مثل أجر الصائم من غير أن ينقص من أجله شيئا كذلك أخيرا من أنواع الصدقة إن عدم إنسان ولا يعدم وفق شيئا مما مضى فلا أقل من أن يتصدق على إخوانه المسلمين بحسن خلقه وأدبه الجم وتبسمه في وجه أخيه ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتبسمك في وجه أخيك صدقة كذلك أشار حديث بن عباس المخرج عند البخاري أن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في قوله كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكونوا في رمضان حينما يتيه جبريل فيدارسه القرآن والله عز وجل يقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بفضل قراءة القرآن وأنه يترتب عليها أجور عظيمة لا يعلمها إلا الله في قوله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أنثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعات كثيرة لا أقول ألف لا ميم حرف ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف وكان جبريل ينزل عن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم ويدارسه القرآن في شهر رمضان ويختم معه كل عام مرة وفي العام الذي قبض فيه عليه الصلاة والسلام عرض القرآن على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مرتين وكان السلف الصالح إذا دخل رمضان أغلقوا حلق العلم وأماكن التجارة وعكفوا في المساجد وأكثروا من قراءة القرآن فأكثروا من قراءة القرآن كذلك مما ندب إليه في رمضان لمن استطاع ووجد عنده وكان عنده جدة من مال وكان الظروفه وصحته تسمح أن يعتمر في رمضان فإن النبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم وغيره أخبر أن عمرة في رمضان تعدل حجة أي تعدل في الثواب حجة وإلا في الإجزاء فلابد من حجة الإسلام كذلك مما ينبغي للمسلم أن يكثر الدعاء في رمضان أن يكثر من الدعاء في رمضان فإنهم متلبس بعبادة عظيمة ولذلك قريب من الله عز وجل فليكثر من الدعاء لنفسه فهو في أمس الحادث إلى ذلك وكذلك لأبنائه وبناته وزوجاته ولوالديه فلهما حق عظيم عليه ويدعو لإخوانهم السمين بالنجاة من الفتن والسلامة من المحن يطرق باب الدعاء ويكثر من الدعاء والضراعة وينزل حاجته بالله جل وغلا ولذلك المتأمل لكتاب الله جل وغلا يجد أن الله سبحانه وتعالى حينما ذكر في صدر سورة البقرة آيات الصيام ابتدأها ببيان فرضية الصيام يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام ثم بعد ذلك أخبر بنزول القرآن في شهر الصيام شهر رمضان الذي أن أنزل فيه القرآن ثم ثالثا بعد ذلك ندب المسلم إلى الدعاء وأن الله قريب ممن دعاه وإذا سألك إبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الدعاء ثم أعقب ذلك لبيان بعض أحكام الصيام في قوله جل وعلا أحل لكم ليلة الصيام أرفض إلى نسائكم والمتأمل في الآيات يجد أن الله عز وجل أتى بالآية التي ندب فيها المسلم إلى الدعاء في وسط آيات الصيام يقول بعضها العلم وهذا إشارة وإلماحة إلى أن المسلم عليه أن يكثر من الدعاء أن يكثر من الدعاء حال كونه صائما والنبي صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وسلم أخبر بأن للصائم عند فطره دعوة لا ترد فأكثروا من الدعاء وتحروا أوقات الإجابة كحال في الصلاة وأنتم في السجود فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العد أقرب ما يكون من ربه وهو ساجد وكذلك في وقت السحر وكذلك عند الإفطار أكثروا من دعاء الله واسألوا الله قبول أعمالكم نسأل الله أن يعينه وإياكم على الطعاة وأن يتقبل منا ومنكم المسلمين أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل الكريم الرحيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم أيها المسلمون لما بيّن الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل وفي آية سورة البقرة افتراضه لشهر الصيام على أمة الإسلام أخبر الله جل وعلا بأنها أياما معدودات ستمضي جميعا وتذهب سريعا والموفق منوفقه الله واستغل هذه الأيام فيما يقربه إلى الله جل وعلا ولذلك تنصف الشهر أو كاد فأكثروا فيه من الطاعة تنصف الشهر وويحاه وانصرم واختص بالفوز بالجنات من خدم وأصبح الغافل المسكين منكسر البال فيا ويله يا عظم ما حرم من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم طوبى لمن كانت التقوى بضاعته في شهره وبحبل الله معتصم فاستغلوا هذه الأيام واللياري فإنها بدأت بالتصرم والذهاب فالله الله 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 أيها المسلمون في استغلال ما بقي فمن يعلم قد لا تدركوا رمضان من قابل فأكثروا من الطاعة بهذا الشهر واستدركوا ما فات من أعماركم في أوله بالتوبة وصدق الأوبة والرجوع إلى الله والإكثار من الطاعة وغلموا أيها المسلمون أن ختام الشهر غر مباركة وعشر فاضلة هي أفضل ليالي الدنيا على الإطلاق وهي العشر الأخيرة من رمضان ولذلك كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يهتم بها أي اهتمام وكان عليه الصلاة والسلام يجد ويتهد في العشر الأخيرة من رمضان ليدرك ليلة القدر ولذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصيحين وغيرهما من حديث عائشة وغيرها أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان إذا دخلت العشر أحيى ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المعزر أحيى ليلة وأيقظ أهله وجد وشد المعزر هذا هدو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في الصوم يتلخص بهذا هدو النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة من رمضان يتلخص في أربعة أمور أولها في قولهم فيما ينقل عنه قالوا كان يحيي الليل أي كان يقوم الليلة ويحتمل أنه يحيي الليلة كله أو يحييه إلا قليلا وشاهد ذلك أن المسلم يحرص على التهجد في العشر الأخيرة من رمضان ويحيي ليله أو معظمه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليالي العشر الأخيرة من رمضان فيحييها جميعها أو معظمها وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يأمر بي ويأمر أنه يندب إلى أنواع الطعاة والقربات مما هو من نوافل العبادات ولا يلزم بذلك إلا في العشر الأخيرة من رمضان فثبت أنه كان عليه الصلاة والسلام يوقظ كل كبير وكل صغير يستطيع القيام وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام ولذلك عليك أن تهتدي بهدي النبي عليه الصلاة والسلام في قيام العشر الأخيرة من رمضان والعشر الأخيرة بالذات ثم عليك أن تتفقد من تحت ولايتك من أبنائك وبناتك أن يقوم هذه الليالي فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد أهله عند العشر الأخيرة من رمضان ليحقها ويدرك بذلك ليلة القدر كذلك كان من هديه عليه الصلاة والسلام أحيا ليلة أيقظ أهله كان يوقظ أهله ويأمرهم وإن كانت نافلة لأن فيها إدراك ليلة القدر ثم قالت عليه الصلاة والسلام وشد المعزر أما جد أي تضاعف تضاعف بعمل الصالح وأكثر من طاعة مولاه سبحانه وتعالى وأما قولها وشد المعزر كناية عن أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتكف والاعتكاف هو لزوم المساجد والمكث فيها تطاعة لله عز وجل وتعبداً وقربه والمعتكف إذا اعتكف في العشر الأخيرة من رمضان فإنه يتحر بذلك ليلة القدر ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأخيرة من رمضان وأخبر عليه الصلاة والسلام أن ليلة القدر هي في العشر الأخيرة من رمضان وأن المسلم يدركها إذا قام هذه الليالي ولذلك ينبغي عليك يا عبد الله أن تحرص على أن تحيي هذه العشر الليالي الأخيرة من رمضان أن تختم بها شهرك وأن تكثر فيها من طاعة مولاك وأن تتعرض لنفحات الله جل وعلا فجدوا واجتهدوا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان وهي الليلة التي بيّن الله فضلها بقوله سبحانه وتعالى إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر فإن من وفق لقيامها فإنه يكتب له عند الله عز وجل ألف شهر أي ما يقارل ثلاث وثمانين سنة وأربعة أشهر تكتب له عبادة عند الله عز وجل وقد لا يدرك هذا العمر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فقوموا هذه الليالي فإنها تسع أو عشر ليالي تدركوا فيها ليلة خير من ألف شهر فأكثروا في رمضان من الطاعات وجدوا واجتهدوا في العشر الأخيرة منه فإنه هدي نبيكم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أتم الله علىنا وإياكم صيام الشهر وأعظم لنا ولكم الأجر واعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وعليكم بجماعة المسلمين فإن يدى الله مع الجماعة ومن شد شد في النار واعلموا أن الله تبرك وتعالى أمركم بأبن قد بدأ فيه بنفسه فقال عز من قائن العريمة إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلِيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك وأنعِمْ أَلَى عَدِّكَ وَرَسُولِكَ نَبِيِّنَا مُحَمَّدِ صَاحِبِ الْوَجِي الْأَنْوَرِ وَالْجَبِي الْأَزْهَرِ وَرْضِ اللَّهُمَّ عَلْ أَرْبَعَةِ الْخُلَفَى وَالْأَئِمَّةِ الْحُنَفَى الذين قضوا بالحق وكانوا به يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وجودك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام وانصور المسلمين 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 اللهم أعز الإسلام وانصور الأمة الإسلامية أهل الملة الحليفية والسنة المحمدية وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وأهدهم سبول الحق والرشاد وأجمع كلمتهم عن الحق والهدى يا رب العالمين وولي على المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم واعدنا وإخوان الموحدين أهل السنة من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن واكفنا وإياهم شر الأشرار وكيد البجار وشر طوارق الليل والنهار واحفظنا وإياهم بحفظك واكلانا وإياهم برعايتك واحطنا وإياهم بإنايتك يا رب العالمين اللهم انصر دينك وعلي كلمتك وعز أولياءك وهزم أعداءك يا قوي يا عزيز اللهم إنا نستوزعك أنفسنا وبلاد السنة في كل مكان اللهم تولانا بحفظك ورعايتك وعنايتك يا أكرم الأكرمين اللهم يا حيا قيوم يا ذا الجلال والإكرام ابسط الأمن في تنزانيا ووفق أهلها لكل خير واجمع كلمتهم على كل خير وثبتنا وإياهم على الحق وفقنا وإياهم في الدين وتقبل منا ومنهم ومن سائر المسلمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وتجاوز عن سيئاتنا وأثامنا اللهم لا تجل حظنا من صيامنا الجوع والعطش ولا من قيامنا التعب والنصر اللهم اجعلنا ممن يصوم رمضانا إيمانا واحتسابا وممن يقوم رمضانا إيمانا واحتسابا وممن يتحر ليلة القدر فيقومها وتوفقه لقيامها فيدركها برحمتك ويكون قيامه بها إيمانا واحتسابا اللهم اجعلنا ممن يصوم الشهر ويستكمل الأجر ويدرك ليلة القدر ويفوز منك بالعفق من النيران ووالدين وأزواجنا وذرارينا والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون